في درس اليوم ستحلون معادلة تفاضلية خطية غير متجانسة باستخدام تحويل لابلاس إذا علمتم أن المشتقة الثانية لوي زائد وي يساوي سين اثنان تي والشروط الابتدائية هي وي لصفر يساوي اثنان والمشتقة الأولى لوي لصفر تساوي واحد لحل المعادلة التفاضلية يجب استخدام تحويل لابلاس لطرفي المعادلة تعلمتم في درس سابق أن تحويل لابلاس للمشتقة الثانية لوي يساوي استربيع ضرب تحويل لابلاس لوي ناقص اس ضرب واي لصفر ناقص المشتقة الأولى لوي لصفر بدلا من كتابة رمز التحويل في كل مرة يمكن استبداله بحرف واي كبير لتصبح استربيع ضرب واي لأس ناقص اس ضرب واي لصفر ناقص المشتقة الأولى لوي لصفر لاحظوا أن هذين الحدين عبارة عن أعداد فهذه قيمة الدلة عند الصفر وتساوي اثنان وهذه قيمة المشتقة عند الصفر وتساوي واحد بالتالي فإن تحويل لابلاس للمشتقة الثانية هو استربيع ضرب تحويل لابلاس للدالة واي لأس ناقص اثنان اس ناقص واحد ثم تحويل لابلاس للدالة واي هذا زاء التحويل لابلاس لوي لا تنسوا كتبنا تحويل لابلاس للدالة واي باستخدام حرف واي كبير لأس وهذا يساوي تحويل لا بلاس للطرف الأيمن أي لساين 2T في فيديو درس تحويل لا بلاس للساين تعلمتم أن تحويل لا بلاس لساين 8T يساوي A على S تربيع زائد A تربيع عند تعويض 2 مكان A يصبح تحويل لا بلاس لإثنان T يساوي 2 على S تربيع زائد 4 اكتبوا هذا في الطرف الأيمن 2 على S تربيع زائد 4 لتبسيط المعادلة اجمع الحدود المتشابهة معا مثلا لديكم هنا Y لأس وهنا Y لأس يمكن إخراجه عاملا مشتركا هذا S تربيع زائد 1 بين قوسين ضرب Y لأس يبقى هذا الحد ناقص 2S ناقص 1 يساوي 2 على S تربيع زائد 4 اجمعوا 2S زائد 1 إلى الطرفين تحصلون على أستربيع زائد 1 ضرب Y لأس يساوي 2 على S تربيع زائد 4 زائد 2S زائد 1 ثم اقسموا الطرفين على S تربيع زائد 1 للتخلص منها يصبح لديكم تحويل لا بلاس دواي لأس يساوي 2 على S تربيع زائد 4 ضرب S تربيع زائد 1 زائد 2S زائد 1 ولا تنسوا تقسيم جميع الحدود على S تربيع زائد 1 وهنا على S تربيع زائد 1 قبل أخذ معكوس تحويل لا بلاس بسط المعادلة عن طريق تفكيك الكسور الجزئية هنا 2 على S تربيع زائد 4 ضرب S تربيع زائد 1 في طريقة تفكيك الكسور الجزئية تعلمتم أن عليكم تفكيك الكسر وكتابته في صورة كسرين في هذه الحالة مقام الكسر الأول S تربيع زائد 4 ومقام الكسر الثاني السربيع زائد 1 بما أن المقامين عبارة عن معادلات تربيعية من الدرجة الثانية سيكون البسط معادلة من الدرجة الأولى ديكون الأول AS زائد B والثاني CS زائد D هذه طريقة تفكيك الكسور الجزئية وتعني أن هذا الكسر يمكن كتابته في صورة مجموع هذين الكسرين لحل المعادلة يجب إيجاد قيمة كل من A وB وC وD أولا اجمعوا الكسرين معا بما أن المقام مختلف واحدوا المقام بضرب كل كسر في مقام الآخر وعليه المقام المشترك هو أس تربيع زائد 4 ضرب أس تربيع زائد 1 بسط الكسر الأول هو أس زائد B ضرب مقام الكسر الثاني أس تربيع زائد 1 زائد بسط الكسر الثاني CS زائد D ضرب مقام الكسر الثاني أس تربيع زائد 4 حسب خاصية التوزيع في البسط لديكم أس تربيع ضرب أس ويساوي أس تكعيب وأس ضرب واحد يساوي زائد أس ثم بي ضرب أس تربيع هذا بي أس تربيع وبي ضرب واحد هو زائد بي والسي أس ضرب أس تربيع يصبح سي أس تكعيب ثم CS ضرب أربعة يساوي أربعة CS زائد D ضرب دي أس والناتج دي أس تربيع زائد أربعة D أعيدوا كتابة البسط بجمع معاملات الحدود المتشابهة معا A زائد C الكل ضرب أس تكعيب زائد B زائد D الكل ضرب أس تربيع زائد A زائد أربعة C الكل ضرب أس زائد B زائد أربعة D لاحظوا هذا التعبير في البسط هنا يساوي هذا التعبير هنا على المقام أس تربيع زائد أربعة ضرب أس تربيع زائد واحد هذا الكسر يساوي اثنان على أس تربيع زائد أربعة ضرب أس تربيع زائد واحد تذكروا أن الهدف من كل هذه الخطوات هو إيجاد المعاملات A و B و C و D لاحظوا أن A زاء C هو معامل استكعيب ولكن لا يوجد استكعيب في الطرف الأيسر يعني هذا أن A زاء C يساوي صفر B زاء D هو معامل الحاد استربيع ولا يقابل أي حد تربيعي في الطرف الأيسر إذن B زاء D يساوي صفر أما A زاء 4C فهو معامل الحد S ولا يقابله حد فيه المتغير S في الطرف الأيسر لذا A زاء 4C يساوي صفر كذلك وأخيرا الحد الثابت يقابله 2 في الطرف الأيسر أي أن B زاء 4D يساوي 2 اطرحوا المعادلة الثانية من الأولى A ناقص A يساوي صفر والC ناقص 4C يساوي سالب 3C يساوي صفر أي أن C يساوي صفر بما أن C يساوي صفر وA زاء C يساوي صفر فإن A يساوي صفر لإيجاد B وD اطرح المعادلة الثانية من الأولى B ناقص B يساوي صفر وD ناقص 4D يساوي سالب 3D صفر ناقص 2 يساوي سالب 2 أقسم الطرفين على سالب 3 تجدون أن D يساوي ثلثين لاحظوا أن B زاء D يساوي صفر أي أن B يساوي صالب D وعليه B يساوي صالب ثلثين إذا عودتم قيم المعاملات في المعادلة تصبح 2 على S تربيع زائد 4 ضرب S تربيع زائد 1 يساوي البسط في الكسر الأول بما أن A ضرب S يساوي صفر لأن A هو صفر زائد B وهو صالب ثلثين يساوي صالب ثلثين على S تربيع زائد 4 في البسط الثاني لديكم C وهو صفر ضرب S يساوي صفر زائد D وهو ثلثان ويبقى زائد ثلثين على S تربيع زائد 1 هذا الكسر ناتج عن تفكيك هذا الكسر ولا تنسوا هذين الكسرين هنا إذن تحويل لا بلاس لوي لأس يساوي الحد الأول الذي فككناه إلى هذين الكسرين أي يساوي صالب ثلث فقد أخرجت الثلث عاملا مشتركا ثم ضرب 2 على S تربيع زائد 4 زائد ثلثين ضرب 1 على S تربيع زائد 1 لاحظوا أن هذين الكسرين يمثلان الحد الأول بقي 2S على S تربيع زائد 1 هذا 2 ضرب S على S تربيع زائد 1 زائد الحد الأخير وهو 1 على S تربيع زائد 1 الخطوة الأخيرة هي أخذ معكوس تحويل لا بلاس لمعرفة ما هي الدالة Y تذكروا أن تحويل لا بلاس لساين A تي يساوي A على S تربيع زائد A تربيع وتحويل لا بلاس لكوساين A تي يساوي S على S تربيع زائد A تربيع معكوس تحويل لا بلاس لوي هو الدالة Y لتي وتساوي لاحظوا أن هذا تحويل لا بلاس لساين 2T حيث A يساوي 2 هذا صالب ثلث ضرب Sين 2T زائد ثلاثين ضرب هذا الحد وهو تحويل لا بلاس لساين T عند A يساوي 1 أي ثلثان ضرب Sين T زائد 2 ضرب هذا الحد الذي يعادل تحويل لا بلاس لكوساين T حيث A يساوي 1 اضربوا الاثنان في كوساين T زائد الحد الأخير وهو تحويل لا بلاس لساين T لاحظوا أن لديكم ثلثة ساين T وساين T يمكن جمعهما معا لتبسيط المعادلة ثلثان زائد واحد يساوي خمسة أثلاث إذن Y لتي يساوي سالب ثلاث ساين 2T زائد خمسة أثلاث ساين T زائد إثنان كوساين T وهذه المعادلة الجبرية توصلنا إليها باستخدام معكوس تحويل لا بلاس وتفكيك الكسور الجزئية وهي تحقق المعادلة التفاضلية غير المتجانسة التي لديكم هنا وشروطها الابتدائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر